اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب إيهاد الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والعميد عبدالعزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية حيث اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على سير العمل في بعض المشروعات الانشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة خاصة الأحياء السكنية المختلفة فضلا عن التصميمات الداخلية لمسجد مصر التابع لمركز مصر الثقافي الإسلامي وما يضمه من قاعات مثل دار القرآن الكريم كما تناول الاجتماع سير العمل بعدد من مشروعات الطرق والمحاور بما فيها تطوير طريق جبل عتاق الجديد وشبكة طرق الصعيد لسيما ما يتعلق بتطوير طريق الصعيد الحر إلى جانب محور شمال مدينة الأقصر حيث وجه السيد الرئيس بتعزيز سير العمل في شبكة الطرق بالصعيد وذلك لتسهيل الحركة للمواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بالمنطقة كما تم عرض الموقف التنفيذي لتطوير منظومة شبكة الطرق في غرب القاهرة الكبرى خاصة في محافظة الجيزة حيث وجه السيد الرئيس باستمرار جهود إنشاء ورفع كفاءة الطرق بغرب القاهرة كذلك المحاور المرورية الحيوية التي تربط غرب القاهرة بشرقها وذلك لاستيعاب حركة المواطنين من مرتدي تلك الطرق والمحاور وللقضاء على الاختناقات المرورية وحل مشكلة التكدسات في إطار الخطة القومية للدولة لتحديث شبكة الطرق والمحاور المرورية وأضف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع أيضا على تطورات الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الإنشائية الأخرى على مستوى الجمهورية مثل مشروع تطوير مطار العالمين الدولي وما يضمه من صلاة ومرافق حيث سيعتمد على أحدث التكنولوجيا المستخدمة في المطارات العالمية